يحتاج المراسل الميداني هشام وسيم واقتنى طول من المعتاد للحصول على المعلومة الأكيدة ومن مصادرها فهو يبحث في عشرات المواقع ويجر اتصالات موسعة مع العديد من الشخصيات في محاولة للوصول إلى المعلومة الدقيقة لكتابة قصة أو إنجاز تقرير ما لكن الأمر ليس باليسير في ظل محاولات إخفائها أو حجبها أو عدم التصريح بها من قبل من يمتلك المعلومة الحقيقية مشكلة تواجه الصحفيين العراقيين مطالبين بتيسير عملية الحصول عليها فضلا عن دقتها حق الحصول على المعلومة هو أمر طبيعي في جميع البلدان الديمقراطية والدول المتقدمة لكن في العراق نصطدم كصحفيين بعراقي الكبيرة تمنع الصحفي من الوصول إلى المعلومة خاصة داخل المؤسسات الكبيرة والسيادية مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في جانب آخر تواصل دائرة التشريع النيابي الاستماع لأراء المنظمات والجهات المهتمة والتي تحاول صياغة قوانين ذات بعد صحفي فضلا عن الإطلاع على العديد من نسخ القانون التي كتبت في وقت سابق من قبل جهات صحفية من بينها نسخة تمت صياغتها عام 2012 وجميعها تخضع الآن للتدقيق والتحليل وفق معنيين حاولنا قدر الإمكان أن نضبط فصول هذه المسودة تعريفاتها وبعد ذلك نطاق سريان هذه المسودة ومن ثم الآن انتقلنا أو وصلنا إلى الأهداف والمبادئ لهذه المسودة ومن بعد ذلك انتقلنا إلى فصول المسودة الأخرى لا نزال في إطار تنويج لهذه المسودة جهات معنية بحرية الإعلام تشدد على تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان لأهميتها في تيسير تدفق المعلومات نحو الجمهور المستهدف عن طريق وسائل الإعلام كما وأن القوانين تضبط إيقاع العمل الصحفي وتمنح الصحفين والإعلاميين فرصة أفضل للحصول على المعلومات من مصادرها وبشكل شفاف هذه الجلسات المتعددة هي شأنها أن تنضج فكرة القانون لحماية المواطن والأفراد من أي تبعات أيضا من الأسباب الموجبة لوجود هكذا قانون هو لمنع المجتمع من إتعرض الانتهاقات الفساد أو سرقة الأموال وفي جلسة وزارية سابقة دعا رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني حكومته إلى دراسة مسودة قانون حق الحصول على المعلومة وأن ترفع الملاحظات إلى مكتبه في غضون ثلاثين يوما يعد قانون حق الحصول على المعلومة أحد القوانين التي تمهد لوصول سريع إلى البيانات وكشفها للجمهور تحقيقا لضرورات العمل الصحفي كما أنه يعزز عملية شفافية في إدارة الدولة التي تنشدها المنظمات الأممية سرمد القاصة الحرة أربيل